الموضوع الذي اشتغلت عليه في أطروحة الدكتورة في التاريخ بكلية الأدابة والعلومة الإنسانية بجامعة بنزور أقادير والتي جرت منقشة الأطروحة يوم 11 أمير الماضي تطمح ورح حول إشكالية الدولة والمجال في الصحراء والسحيد من خلال دراسة أزمة توالي بين مالي والنيجير من سنة 1960 إلى 1996 ويظهر أن هذا العنوان وهذا الموضوع يتمح ورح حول إشكالية تأسيس الدولة الوطنية في الصحراء والسحيد منذ مرحلة الاستقلالات التي تعرفتها منطقة 1960 والتي جاءت عقب استعمال فرنسي بالمنطقة يعني نحن درسنا في هذه الأطروحة أصول أزمة أو أصول النزاع الذي ظهر منذ سنة 1960 في دوستين بمنطقة كيدال التي تعرف الآن ما يسمى بإنفصال أو ما يسمى بدولة الزواض الحالية التي منفصلتها المالي إذن فدرسنا أصول الأزمة وتم مظهوراتها وكيف تم تأسيس الدولة وكيف تم تفكيك المجال ورسم الحدود وكيف ظهرت ما يسمى بالأحزن الوطنية وظهرت الخطاب الوطني انطلاقا من 1944 إلى 1960 سواء في مالي أو في النيل وبعد تأسيس هذه الدول تطرقنا إلى مظاهر الأزمة وأسبابها النزاع المسلح الذي بدأ من 1960 إلى 1994 فالموضوع اكتسئ أهميته من خلال الراهنية من خلال الجدة والجديد يطرح القضايا جديدة من زوايا أخرى جديدة في البحث العلمي التي نحتاج إليها في المغرب إذن فنحن في حاجة في المغرب وفي الجامعات المغربية في حاجة إلى دراسة هذا المشكل أو هذه الأزمات أو النزاعات المسلحة القائمة بين دول الصحر والساحل ومع حركات التمرد وحركات الانفصال بمختلفة أشكالها وأنواعها فمشكلة طوارق أو أزمة الطوارق لأول مرة يتم منقشة الموضوع في الدكتورة في المغرب وبالتالي فتظهر أن هناك حاجة مالسة من أجل فهم هذه النزاعات أو هذه المشاكل أو هذه الصراعات بمجهة نظر أن نحن كأمازيغ شمال إفريقية في علاقتنا مع أمازيغ الصحر والساحل المعرفون بتسمية الطوارق أو التواريق من خلال هذه الأطروحة خرجنا ببعض الخلاصات من بينها أزمة الدول الوطنية حملت معها مشاكلها وأزماتها من خلال نشأة من خلال ولادتها لأنها أولا دولة مستولدة تم استيراد نمص الدولة والقوانين والنمط الممركز وطريقة تسير الدولة من خلال أوروبا تم استيراد دولة خارج البيئة الصحرية وبيئة الساعية كذلك وقفنا على مشكلة أزمة الدولة مع الأطراف يعني مع المجال الحدودية مع مجالاتها البعيدة خاصة مشكلة تعدد تقافي ومشكلة تعدد إثنية لم تستطيع الدولة ولم تنجح طيلة 60 سنة إلى حد اليوم لم تنجح هذه الدول في الصحر والساحل من خلال استيعاب هذه التعددات وهذه التمضورات والتشكلات التقافية والإثنية كذلك وقفنا على مشكلة الجيش والحزب الواحد مثلا في مالي حكم موضي بوكيتا منذ 1960 إلى 1860 حكم تمائز سنوات بحزب الواحد وعن طريق الجيش وبالتالي وقع في ضحية انقلاب عسكري كذلك في النجير ديور الحمالي كذلك حكم بقلة طيب الحديد بحزب الواحد الاشتراكي وهي كلها أحزاب اعتنقات الإيديولوجية الاشتراكية والخطاب القومي الإفريقي إلى آخر هو الآخر حكم مما يناهي 14 سنة بقبضته من الحديد وسقط هو الآخر انقلب عليه الجيش وبالتالي فالدولة القطرية في الصحراء والساحل يعتمد منذ البداية على الجيش وعلى حزب الواحد الذي يتأسس على الاستبداد السياسي والإداري والعسكري كذلك طرحنا مشكلة التدخل الأجنبي الإقليمي من خلال تدخل جزائر بوجود تواري في جنوبها وكذلك من خلال التدخل المباشر في نزاعات المسلحة للنظام القدافي وكذلك طرحنا إشكاليات تتعلق بطبيعة هذه الدولة القطرية وشكرا اشتركوا في القناة